رسميا واتساب يطلق ميزة تحويل الرسائل الصوتية لأخرى نصية واتساب يضيف ميزة جديدة لخاصية الرسائل الصوتية توفر هذه الميزة مرونة أكبر في عملية المحادثة ستتمكن من قراءة الرسائل الصوتية إذا كنت لا تستطيع الاستماع إليها سيكون استخدام واتساب أكثر مرونة وأكثر متعة أطلق تطبيق واتساب بشكل رسمي ميزة جديدة ستعمل على تحويل الرسائل الصوتية إلى نصوص ويعتبر هذا التطور ميزة جديدة ستناسب عددا كبيرا من مستخدمي هذا التطبيق واتساب يسعى دائما لإضافة ميزة جديدة تسهل عملية المحادثة والتواصل مع الآخرين موقع وبتينفو هو المسؤول الأول عن مسجدات أخبار تطبيق واتساب ويعتبر من المصادر التي أجرت تجربة لهذه الميزة الجديدة ووضح هذا الموقع أن الميزة تفاعل تلقائيا عند استقبالك لأي رسالة صوتية وستجد الرسالة مصحوبة بنص مكتوب يوضح ما بداخلها من الأمور المميزة في هذه الخاصية أنها ستساعدك في تحديد الجملة أو الجزء الأهم في الرسالة وذلك من دون الحاجة للاستماع إلى الرسالة مرة أخرى لكن إذا كنت لا تريد أن تستخدم هذه الخاصية فيمكنك إلغاؤها من ضبط الخصوصية من خلال ثلاث خطوات الدخول إلى إعدادات الواتساب اختيار أيقونة الدردشات ثم اختر نص الرسائل الصوتية ثم قم بتعطيلها ستتاح هذه الميزة أيضا لمستخدمين نظام iOS وتحديدا الإصدار الأحدث ومن المفترض أن يتم طرحها للجميع خلال الأسابيع المقبلة طرح واتساب أيضا ميزة أمنية جديدة تمكن المستخدمين من إدارة إعدادات الخصوصية ومراجعتها فيمكنك تحديد من ترغب في التواصل معه أو إضافته لمجموعات المحادثة وكذلك إدارة جهات الاتصال التي تم حضرها ترجمة نانسي قنقر